اهلا بكم في عادة الجلدية والتجميل معاكم والدكتور اي هيتكلم النهاردة عن موضوع شائع جدا هو اجزيمة اليدين او الهند اجزيمة اجزيمة اليدين دوت مرض شائع خصوصا بين رباط البيوت والناس اللي بتشتغل في مطاعم او ادوات التنظيف والناس اللي بتشتغل في محطات البنزين او الشحم او مواد البناء وهنتكلم عن اسبابها واعراضها وايه هي نصائح المهمة جدا للناس المصابين باجزيمة اليدين وكمان العلاج وما تنسوش اللايك والشير ولو لسه مشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد منزله اول حاجة هنتكلم عن اسباب الاسباب من اهمها العامل الوراسية يعني الناس اللي عندهم بشرة حساسة او عندهم تاريخ مرضي في العيل اللي هم عندهم اجزيمة بيبقوا عرضة اكتر لاجزيمة اليدين ثاني حاجة اتعرض المزمن لأعمال اللي بتحتوى على المياه ومواد تنظيف زي الصابون السايل والديتول والكلور ودول دايما مع رباط البيوت ثالث حاجة التحسس التلاموسي لبعض المواد زي الاسمنت والنيكل والزيوت والبنزين والشح بالاضافة العديد من الاسباب التانية نيجي بقى الاعراض الاجزيمة هي دايما بتيجي في منطقة اليد والاصابع في صورة احمرار في الجلد ويبقى فيه رغبة ان هو عايز يهرش بشكل مستمر وجفاف جامد في الجلد وبيقدي الجفاف دوت لحدوث الشقوقات تأشر وكمان غير الاحراج الشديد اللي ممكن يظهر من شكلها او مظهرة وخصوصا لما حد يسلم عليه هتكلم بقى عن نصيح مهمة المصابين باجزيمة اليدين اول حاجة هنحدد العامل او العوامل المسببة بحيث ان احنا نتجنبها ودوت حجر الزاوية للوقاية ومنع التلامس مع مسببات الحسية يعني انت لو ربط منزل متخسريش وما تنظفيش بقى ولو انت بتشتغل في مطعم او بنزينة هتسيب الشغل لا اه طب ايه الحال لو انت ربط منزل اثناء غسيل الاطباق واستعمال المنظفات وتقطيع الخضور والفكهة خصوصا للموالح استخدام جوانتي بيكون منبطن من جوه بالقطن وبيكون الطبقة الخارجية عزلة زي اللي موجود في الصورة وبيكون طويل وبيتباع وبيتباع عند الادوات المنزلية ولو انت عامل بيناء او بتتعامل مع شحم ومنزين يبقى استخدم جوانتي لأعمال الشاقة فيه نقطة مهمة جدا ان مفروض ان ممنوع استخدام الجوانتيات اللي بتبقى مصنوعة من مادة اللاتيكس او الجوانتيات الطبية لانها بتزود من الحساسية البدرة اللي فيها قسا جوه ممكن تعمل نفسها حسية للناس اللي ما عندهمش حسية تاني نقطة مهمة ان احنا نستخدم الصبون او غسول طبي بيحتوي على مرتبات جلدية زي الصبون الجليسرين انها ما ينفعش نستخدم الصبون العادي لانه هو قاعدة بتباعته بتكون قلوية او بيحتوي على روايح وكمان ممنوع استخدام صبون الدوتول لانه هيزود الحساسية هنتكلم بقى عن العلاج اول حاجة ترتيب الجلد عدة مرات يوميا وبعد كل غسيل لليدين يعني ممكن بعد كل وضوء تحطي كريم المرتب حتى بعد اختفاء الاجزيمة برضو بتكمله وتواصله ولازم يكون كريم طبي خاص بالترتيب ويكون محتوى على نسبة عالية من الدهون زي النفا او فازدين او بنسينون تاني حاجة استشارة طبيب الجلدية لإعتاقى كريمات المضادة للالتهاب لعلاج الاجزيمة وبيكون فيه كورتزون او بديل الكورتزون حسب شدة الحالة المرضية وكمان لو فيه الالتهابات يحاول يعالج الالتهابات بكريمات مضاد حيو فده بيبقى محتاج استشارة الطبيب عشان يشوف ايه المطلوب ويدهو خصوصا ان الكورتزون ما يستخدمش اكتر من 5 ديام فيه ملحوظة مهمة جدا ان علاج الاجزيمة لازم الالتزام بكريم الترتيب الطبي ولازم نتجنب المواد المسببة للمشكلة بشكل دائم حتى بعد زوار المشكلة والعلاج بتاع الاجزيمة لان الاجزيمة ده مرض مزم وغالبا هيرجع تاني لو ملتزمتش بالاجراءات الوقائية وما تنسوش لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوه لايك وشير ليه ولو لسه مشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلوكم كل فيديو جديد ولوليكم اي سؤال ياريت سيبولي في التعليقات شكرا شكرا